اهلا بكم مشاهدنا من جديد احتفلت طيران الخليج الناقل الوطنية لمملكة البحرين والمؤسسة الخيرية الملكية بجمع 91.900 دولار امريكي من التبرعات منذ تدشينهما مشروعهما المشترك الذي يهدف الى مساهمة الركاب في عمل الخير ويسمح المشروع لمسافر الناقل الوطنية بالتبرع بمختلف العملات الورقية منها والمعدنية على مثل رحلاتها وفي تعليقها على هذا الانجاز المهم قال سعدة وزير الصناعة والتجارة والسياحة ورئيس مجلس ادارة طيران الخليج زيد بن راشد الزياني ان وجود مثل هذه الالية للسماح للركاب بالتبرع بعملاتهم النقدية والورقية الزائدة عند عودتهم من عطلاتهم ورحلات العمل الخاصة بهم يعزز من مبادئ الشراكة المجتمعية الخاصة بالمؤسستين حيث تتم ادارة هذه الاموال من قبل المؤسسة الخيرية الملكية واستثمارها في مشاريع خيرية داخل البحرين ودعم المحتاجين حق بنك الكويت الوطني البحرين ارباحا صافية بنحو 315 مليون دولار وذلك عن عام 2019 لتستقر عن نفس مستويات عام 2018 وبحسب بيان للبنك سجل الدخل الشامل للبنك زيادة مطردة بلغت 93% ليبلغ 161 مليون وستمائة وستة وثلاثين الف دينار بحريني في عام 2019 وتعليقا على النتائج المالية السنوية للبنك قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصكر أن أداء البنك يبرهن على الفعالية والدور الحيوي الذي تقوم به الفروع الخارجية والشركات التابعة للمجموعة في الحدي من المخاطر وتنويع مصادر الدخل والآن مشاهدين أترككم مع أسعار صرف دينار البحريني مقابل عملات الخليجية والعالمية نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية التعاقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تراجع نسبته نصف نقطة مئوية تقريبا مغلقن التداولات عن مستوى 1489 نقطة وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطع البنوك التجارية والاستثمار وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة مليونين وسبعمائة وعشرين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 755 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 76 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية فقد أغلقت البورصات في نهاية تداولاتها على تباين بين صعود ونزول وسجلت السوق الأولى في بورصة الكويت تقدما تجاوز النقطة ونصف النقطة المئوية أما بالنسبة إلى السوق المالي السعودي فقد تراجعت بأكثر من 30 نقاط مئوية أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تملك إمكانية إمداد الأسواق بأكثر من 4 ملايين برميل يوميا في إبريل المقبل أي بأكثر من مليون برميل من معدل إنتاجها اليومي الحالي وأوضح سلطان الجابر وزير الدولة والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظب الوطنية أدنوك ومجموعة شركتها أنه ضمن التزام أدنوك بالمرونة والاستجابة لعوامل السوق ولضمان إعطاء العملاء صورة مستقبلية واضحة سيتم الإعلان قريبا عن أسعار البيع المستقبلية لشهرين مارس وأبريل لعام 2020 مما يتيح للعملاء التخطيط بشكل أفضل ونبقى في الإمارات حيث أفادت وزارة الاقتصاد الإماراتية بأنها اتفقت مع موردي السلع على التعامل مع أسواق جديدة بديلة لاستيراد السلع منها لسيما الخضروات والفواكه وذلك في حال حدوث طوارئ أو متغيرات أو كوارثة طبيعية وغير طبيعية في الأسواق التي يتم الاعتماد عليها بشكل كبير في توريد السلع خصوصا مع اقتراب شهر رمضان وذكرت الوزارة أن مخزون الخضروات والفواكه زاد منذ العام الجاري ليصل إلى 150 ألف طن مقابل 130 ألف طن خلال العام الماضي قالت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد إن العجز في ميزانية البلاد للعام 2019 بلغ 11.14% من الناتج المحلي الإجمالي وواجه لبنان الذي يعاني أزمة سيولة خانقة بدولار استحفاق تسديد سندات دولية بقيمة مليار ومئتي مليون دولار ولديه استحفاق آخر بقيمة 700 مليون دولار الشهر الجاري و600 مليون أخرى وأعلن الرئيس الوزراء حسن دياب في وقت سابق أن لبنان لن يكون قادرا على سداد سندات اليوروبوند أو سندات الأوروبية مشاهدين النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل رحلات الأعمال قد تفقد 850 مليار دولار من إيرادتها بسبب كوفيد 19 أظهرت وثائق مالية أن ربع منصات الحفر النفطي في إيران أصبحت معطلة عن العمل بفعل العقوبات الأمريكية الخانقة على قطاع النفط في إيران ومن المحتمل أن يضر تراجع نشاط الحفر بقدرة إيران على إنتاج النفط من الحقول الأقدم والذي تستلزم مواصلة الضغط للحفاظ على مستوى الضغط والإنتاج وسيجعل ذلك من الصعب على إيران زيادة الإنتاج إلى مستوى قبل العقوبات وتهدف العقوبات الأمريكية إلى حد من طموحات إيران النووية وتدخلها في شؤون الدول بالمنطقة تعتقد رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن أوروبا مهددة بصدمة اقتصادية كبرى مماثلة للأزمة المالية ما لم يتخذ أخذ الإجراءات بشكل عاجل بشأن كوفيد-19 وقالت لاغارد أن البنك المركزي سوف يتخذ خطوات لمواجهة هذه التداعيد الناجمة عن الفيروس المستجد في الأسبوع الجاري بحسب وكالتي بلومبرغ ومن المقرر أن يعقد صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي اجتماعهم يوم الخميس المقبل ونبقى في أوروبا حيث قالت أورسولا فون ديرلاين رئيسة المفاوضية الأوروبية أن المفاوضية ستنشئ صندوقا استثماريا للاتحاد بقيمة 25 مليار يورو للتغلب على الأزمة الاقتصادية نتجة عن الفيروس المستجد وقالت ديرلاين أن صندوق الاستثمار سيبدأ بتمويل قدره 7 مليارات و500 مليون يورو وسيساعد القطاعات الضعيفة بالاقتصاد وأضافت أنه من المنتظر أن تبدأ الأموال بالتدفق في الأسبوع المقبلة وأن الأموال سيجري تمريرها إلى أنظمة الرعاية الصحية والشركات الصغيرة والسوق العمل والآن مشاهدة نترككم مع أبرز مؤشرة الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية موسيقى 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 قال الاتحاد العالمي لرحالة الأعمال أن القطاع توقع أن يفقد إرادتهم من نحو 820 مليار دولار خلال العام الجاري نصفها من الصين مع تقليص الشركات خطط السفر في أعقاب تفشي الفيروس المستجد وظهر مسح أجراه الاتحاد أن رحالات العمل لأسيا كانت المتضرر الأكبر حيث أعلنت ثلاث شركات على الأقل من كل أربع شركات إلغاء جميع أو معظم رحالات العمل إلى الصين وهونغ كونغ وتايوان وبلدان أخرى في أسيا والمحيط الهادي أو إلغائها موسيقى 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 شكرا